عزقائي العزاء الصباح الخير على الجميع صباح الورد صباح الفل صباح الياسمين صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا مسيئة الله لهذا الصباح من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان ماذا قدمتم لمحافظة بغداد سائرون والدعوة أخوانا العزاء يعني إحنا من نريد نتكلم البعض يزعل علينا يزعلون ويسوون تباليغ لليوتيوب حتى ينمسح الموضوع حتى يحذفوا للموضوع إحنا يشهد الله علينا يشهد الله يشهد الله ما نكره أحد من الأحزاب المشتركة بالعملية السياسية نهائيا وإنما إحنا ناصحين لهم يعني ناصحين لهم نقول الحق بقى كل واحد يفسر حديثنا باللي عجبه هو يعني من ننتقد الحزب الفلاني إحنا مون نكره إحنا دنبين له غلطة خلي يصلح الغلط ما لا ما ننتقده إحنا ليش تتو بهالمستوى هذا يعني هسه قبل أن نتحدث على على انتخابات مجالس المحافظات اللي يتكلف 150 مليار دينار أريد أحكي في هذا الموضوع في غاية البساطة وغاية المستوى الرخي يعني مستوى كل شيء بسيط يعني أي إنسان يفتهمه لنفرض واحد عنده دار عنده بيده يبنيه يروح يطلع خلفه بأطفاله بناته وولده يسألوا بابا يقول ليش وين رايح أنت تقولهم بابا راح أطلع خلفه يقول لك بابا زين ثاني يوم أيضا تطلع الصباح يقول لك بابا وين رايح يقول لهم راح أطلع خلفه يقول لك بابا أنت مو طلعت خلفه البارحة يقول لهم بابا أنطلعت خلفه مال بناء اليوم أطلع خلفه مال لبخ مال لبخ مال بياض ثالث يوم هم تقولهم راح أطلع خلفه يقولوا لك ما ليش تقولهم مال كاشي أو مال سيراميك رابع يوم هم يسئلوك ما ليش أطلع خلفه أطلع خلفه مال كهرباء أو الصحيات يعني أنت ده تطلع خلفه أكو عمل أكو شي قدم يعني يعني قدم لك عمل هذا الإنسان الخلف مع عماله ده ينتج عمل عمل ده ينتج ها هي احنا هم نقول لسيد رئيس مجلس الوزراء أبو مصطفى الأستاذ الفاضل محمد الشيعة السوداني يا أستاذنا الفاضل مجالس المحافظات شنو تسوته يعني ها احنا نقول حلقة زائدة انتو تردون تعيدوها مي خالف زين هم قابل اشقدمونا اشقدموه سنجيب على سبيل المثال بغداد ما اقول لك الديوانية السماوة ذيقار غيرها غيرها بعدين نحكي به هسا نحكي على بغداد تسووا للزعفرانية تسووا السبع البور تسووا للبقية المناطق وين التبليط وين المجاري شنو تسووا يعني مجلس محافظة بغداد شنو تسووا مجرد رواتب تردون تطون رواتب الأحزابكم الجماعتكم تردون تطوهم رواتب عالية شنو تطوهم خب مو هو قاعد ببيته وتطوير راتب لا وتسوي لتقاعد محترم لا ما يصير الله ما يقبل يا بتعادوا دا نسوي مجلس محافظة شنو مجلس محافظة زين انتم وشان مجلس محافظة شنو قدمتونا يا اجيب لكم في سبيل المثال بغداد محافظة بغداد مرة يسلمها الحزب الدعوة الأخوان الأعزاء في حزب الدعوة ومر الأخوة الأعزاء في التيار الصدري تسوينا على التميمة من التيار الصدري خادم بغداد ما تسوي شي محافظة زين الآخر عبد الرزاق شسمه صلاح عبد الرزاق أبو الشسمه هذا المعلق القطار المعلق تسوينا بـ 45 مليون دولار ما تسوي شي يا أخوان ما سويت شي مجالس المحافظات قاعدين بس للنقرة بس للمناكة فبعضكم ما بعض وتاكلون والشربون وطب النائب المحافظة عضو مجلس المحافظة وطبت الأخوة عضوة مجلس المحافظة طب وطلع طب فلانة وطلعت فلانة هاي بس مجرد تردون تطوهم رواتب وتسولهم تقاعد هاي احنا دا نقولكم ماكو داعي هاي حلاقة زائدة 150 مليار يا أبو مصطفى 150 مليار مو حرام ديشوفوا المدارس بذيقار مدارس الذيقار روح شوفها دا ما شايفة لولا شوف مدارس المشخاب شلونها شوف مدارس السماوة شلونها يعني ميسان مدارسها شلونها يعني ما دري اتا شنو ما تقدر لهم وقلوش قلوش مجالس المحافظات بغداد بغداد هم حزبين مسيطرين على الوضع لو الدعوة لو سائرون لو سائرون لو الدعوة قلش قدموا هم ذول الحزبين انا موجا ينقص من قيمتهم ولا اسقطهم ولا هذا بالعكس احزاب حزب الدعوة حزب مجاهد قدم آلاف التضحيات قدم تضحيات ما اقول لك ما قدم ولكن هسا ما قدم شي ما قدم شي للشعب شنو القدمه يلا عشرين سنة لو كل سنة بانيننا ربع مليون شقة كان هم كافي ربع مليون برصافة وربع مليون شقة بالكرخ كان ما كود عشرين سنة عشرين سنة راحت هباء من ثورة شنو البنيته ما بنيته شي وسائرون ايضا سائرون احنا من انتقص منهم بالعكس سائرون عدهم عدهم سراية السلام قدموا خيرة الشباب قادتهم شهداء سراية السلام قدمت وحمة سامرة وحمة بغداد بالقتال ايه انا اقول لك ابطال سائرون بالقتال ابطال ولكن بالسياسة لا فهم ولا علم شنو القدموا يلا قولي شنو القدموا من 2003 من 2005 الى هلسة ما قدموا شي سائرون سوى بالوزارات لو بمجلس الوزراء لو بمجلس النواب لو بمجالس المحافظات ما قدموا شي قولي شنو القدموا هلسة احنا ما جاي نسقط لا سائرون ولا الدعوة ما اننا شغلة يعني ذول ان عرفهم ثم ما قدموا شي احنا دا نقول لك يا سيد رئيس مجلس الوزراء المحترام 150 مليار حرام اصلا حرام في حرام في حرام في حرام حرام هذه اصلا حرام تجي تسوى بيها انتخابات وتصرفها على مجالس المحافظات وهذه حلقة زائدة حلقة زائدة مجرد سيأخذون رواتب وسيارات وحمايات وجاه جت الأخذ عضوة مجلس محافظة وذاك عضوة مجلس تسوى وروح شوف الديوانية تبتش على حالها والديوانية لا بيها كردي لا بيها يزيدي لا بيها سني لا بيها ما دي شنو كلهم شيعة امامية امامية اثنى عشرية اشقدموا للديوانية شوف الديوانية يعني المفروض بيك انت رئيس مجلس الوزراء تدزع المحافظين من 2003 من 2005 الى المحافظين والنواب المحافظين وعظام مجلس المحافظة وعظام مجلس النواب تجيبهم كلهم تسحلهم تسحل يمك تعالوا بابا وين شغلكم كانت عدكم ميزانية لو ما عدكم ميزانية يجوز ماكو ميزانية لهم ابو الديوانية ام حقا او ابو السماوة ابو السماوة ما عندها او ابو الكوتي يجوز ما عندها يقول لها ما عدي ميزانية حقا تعوف ولكن اذا عندها ميزانية وما اشتغل اتجرهم من شواربهم تعال لك ليش ما اشتغلت الديوانية ليش ما اشتغلت الميسان ليش ما اشتغلت الفلان مكان ليش المدخل ما المحافظة هيد شي ليش مجاري ماكو عملاقة ليش ماكو فلان شي ما سويتوها يا ابو مصطفى هس تردون تعيدون مجالس المحافظات تعيدون مجالس المحافظات بهاي المبالغ الباهرة إلوش واكثر الناس ما تطلع لعلمك ما يطلعون متقاعدين ما يطلعون لا هم ولا عوائلهم ولا أبنائهم ولا أحفادهم من اللي يطلع شافوا ما شافوا شي حقيقة يسعد صباحكم نقولكم مع ألف سلامة وعاش العراق